المجال الكهربائي ما هو؟ هو خاصيل الحيز المحيط بالجسم المشحون ويظهر في هذا الحيز تأثير المجال على شكل قوة كهربائية تؤثر في الأجسام المشحون الأخرى الموضوعة ضمن هالمجال لو حطينا جسيم متعادل مثل النيترون هل بتأثر بقوة كهربائية؟ أبداً لا لازم يكون الجسم مشحون حتى يتأثر القوة كهربائية ويظهر عليه إلا هو أثر المجال الكهربائي نتطرق الآن للمجال الكهربائي لشحنة نقاطية رح يمر معنا في هذا الدرس عدة مفاهيم مثل شحنة الاختبار مجال الكهربائي بشكل عام تطرقنا له المجال الكهربائي عند نقطة وخطوط المجال وكثافة الخطوط أو كثافة خطوط المجال الكهربائي نبلش بأول نقطة المجال الكهربائي لشحنة نقاطية إيش يعني شحنة نقاطية؟ المرة الماضية اتفقنا على تسمية الشحنات والشحنات النقاطية عندما تكون المسافات الفاصلة بينها أكبر بكثير من الأبعاد لتلك الشحنات فعشان هيك بنحكي شحنات نقاطية ففرضا لو كان في عندي شحن نقاطية موجبة مثل موجب كيو عند نقطة قريبة منها يعني أنا بدي أشوف الأثر عند نقطة قريبة من الشحن المصدر اللي هي موجبة كيو الشحن النقاطية ايش اللي راح يكون معنا نضع الشحنة تسمى شحنة اختبار تست شارج هاي الشحنة يا أستاذي من صفاتها انها موجبة الصلحة العلماء انه هاي الشحنة هي عبارة عن شحنة موجبة وصغيرة جدا وحرة الحركة موجبة الصلحة العلماء على ذلك لهم الحرية بانهم الصلحة البدهمية ولكن ليش صغيرة جدا صغيرة جدا حتى لا تحدث أثر حولها بمعنى آخر انه تكون هي مفعول بها هي المتأثرة وليست المؤثرة فاختاروا الشحنة بانها تكون صغيرة جدا وحرة الحركة أستاذنا العزيز كي تتأثر فقط بالقوة الكهربائية ما يكون في عندي قوة أخرى بمعنى آخر انه تكون القوة المحصلة هي فقط القوة الكهربائية بفعل الشحنة المصدر لذلك استخدم العلماء شحنة صغيرة جدا تسمى شحنة الاختبار طيب اذا ما هي شحنة الاختبار يا شحنة كهربائية موجبة صغيرة المقدار تستعمل للكشف هلا بحكي لك عن الأهمية طبعا صغيرة جدا حرة الحركة موجبة هاي الصفات لشحنة الاختبار لكن لو يجاك فرضا سؤال ما أهمية شحنة الاختبار ممكن يجيك سؤال على شكل ضع دائرة ممكن سؤال اذكر أهمية شحنة الاختبار اعرف انها أول أهمية هي الكشف وثاني أهمية هي تخطيط لكشف عن وجود المجال الكهربائي عند نقطة ما محيطة بشحنة مصدر ثاني أهمية اللي هي تخطيط المجال الكهربائي الناشع عن شحنة نقطة سواء كان اللي هو شحنة موجبة أو شحنة سالبة يعني أنا قاعد أحكي عن الكيو صورت أو اللي هي شحنة المصدر أو المولدة أو المؤثرة فلذلك تستعمل للكشف عن المجال الكهربائي ويكون مقدارها صغير جدا من صفاتها حكيانا صغير جدا لدرجة أن تأثيرها في المجال الكهربائي في المحيط يكون مهملا يعني وكأنه ما إلها أثر على المحيط هي متأثرة فقط هاي مهمتها الآن لو درسنا السلوك لشحنة الاختبار سلوكها كيف لما أنا بحط الشحنة شحنة الاختبار كيو نوت قدي أراقب وين راح تروح المسار اللي بتسلكه هذا منسميه المسار الوهمي ركز معي المسار الذي تسلكه شحنة الاقتبار الصغيرة جدا حرة الحركة موجبة الشحنة هو عبارة عن خط المجال الكهربائي بمعنى آخر إذا شفنا أو لاحظنا أنه الشحنة تأثرت بقوة كهربائية ثق تماما أنه في قيم إلى المجال الكهربائي عند مكان ووضع تلك الشحنة ولكن إذا ما تأثرت معناته المجال صفر يعني بمعنى آخر له الأثر الكهربائي عند تلك النقطة وذلك الموضع صفر فلذلك أستاذ العزيز إحنا نستخدم شحنة الاختبار للكشف عن وجود مجال كهربائي لتخطيط المجال الكهربائي عند موضع أو موقع معين طيب المسار الوهمي اللي بتسلكه شحنة الاختبار يا أستاذ عند وضعها بشكل حر في منطقة محيطة بكيو سورس هو راح يكون خط المجال الكهربائي نختصر عليك في الكتاب وحكي لك المجال الكهربائي أستاذنا العزيز هو عبارة عن قسمة القوة الكهربائية على الشحنة المتأثرة وحصرا حطها اللي هو كيو نوت بمعنى آخر المجال الكهربائي أستاذي هو عبارة عن شو عبارة عن مقدار القوة الكهربائية المقسومة هاي المجال الكهربائي يستاذ القوة الكهربائية المؤثرة على شحنة اختبار أو على شحنة متأثرة بشكل عام مقسوما على مقدار تلك الشحنة بيعطيني المجال الكهربائي عند نقطة شكرا